بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب سؤال مقدم من الأخ على الركابي يقول أستاذ أحمد السلام عليكم قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون المائدة 44 هذه الآية كثيرا ما يحتج بها أصحاب الحكم الديني فكيف تنسج مع الحكم العلماني الديمقراطي طبعا هذه الآية نفسها تقريبا مكررة ثلاث أشكال ثلاث مرات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون في مواقع أخرى يعني وهذه فعلا تثير شبهة أو بعض الناس يتمسكون بها لرفض الديمقراطية أو أخرى نحدد ماذا نعني بالديمقراطية وماذا نعني بالعلمانية أو المدنية مثلا الحكم في أوروبا يعني هالتسميات جاءت تقريبا من التجربة السياسية التاريخية الأوروبية سابقا الكنيسة كانت تحكم في أوروبا البابا هو الحاكم الأعلى والملوك كلهم تقريبا هو يعينهم أو تابعين إلىه ويأخذون شرعيتهم من الرئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى أن حدثت الثورة وبدأ الملوك تمردون وقام الجمهوريات وقام الدول المستقلة وانفصلوا عن الكنيسة وفصل الدين عن الدولة أوروبا كان يعني فصل السياسة أو الدولة عن الكنيسة الكنيسة تبقى في مكانها في الأمور الدينية وما إلى علاقة بالحكم فأصبح الحكم علماني هذا حسب التجربة الأوروبية وأصبح ديمقراطي أيضا ديمقراطي يعني حكم الشعب حكم الشعب بالشعب والحكم ينتخب من الشعب أيضا ولكن إذا تجون الأوروبا الآن شوفون في أكثر البلاد الأوروبية قوانينها قوانين مسيحية في ماذا؟ في ما يتعلق بالطلاق مثلا أو الزواج أو كذا بعض القوانين اللي مثلا لا يوجد تعدد زوجات في المسيحية فأوروبا كلها ما تقبل بالتعدد زوجة واحدة فقط مثلا أما في نجاح الإسلام الإسلام أيضا نفس الشيء من بداية هو ما حط بابا على المسلمين أو خليفة للنبي بحث هو يكون خليفة ديني سياسي وهو يحكم الناس أقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تجدون حديثا عن الدولة والسياسة والحكم والخلافة إنما هذه اجتهادات شخصية وحزبية وطائفية ومذهبية حدثت بعد ذلك فصارت الأحزاب الإسلامية اللي اختلفت على السلطة أول شي جابوا أحاديث يعني اخترعوا أحاديث وألصقوها بالنبي وقالوا أنها تشير أو تعنينا أنها والحكم في البداية الأمويون مثلا قالوا أن الحكم في قريش الخلافة في قريش حصروا الخلافة في قريش ثم الهاشميون قالوا لا ليش في قريش وفي قريش تشمل الأمويين يعني عندما ثاروا على الأمويين فقالوا أن الخلافة في الهاشميين وليس في عموم قريش وهم الأترة هذا حديث الأترة أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أترتي يعني الهاشميين يعني أقرباء النبي ثم حدث خلاف داخلي العلويون قالوا لا لماذا الهاشميين يأخذون بين العباس بين العباس ما لمحقب الخلافة فنحن الذين نحكم العلويون أبناء اللي بن أبي طالب وهناك جناح آخر وسموهم الطالبيون أبناء جعفر بن أبي طالب أيضا قالوا نحن أيضا وقام أحدهم بثورة وكاذا يستلم الحكم قبيل الثورة العباسية أقام دولة كبيرة في بلاد فارس ثم انشق العلويون أيضا إلى فاطميين وعلويين قالوا ليس كل العلويين إنما فقط الفاطميون أحق بالحكم والفاطميون انقسموا بعد ذلك إلى حسنيين وحسينيين والحسينيين قالوا لا الحكم فقط للحسينيين أبناء الحسين مو أبناء الحسن دولة ما علم حق بالحكم رغم أنهم كانوا يسوون ثورات وأقاموا دول ثم انقسم الحسينيون إلى زيدية وغير زيدية وجعفرية والجعفرية انقسموا بعد ذلك إلى إسماعيلية وإلى موسوية وهكذا يعني كلها وكل واحد كان يجيب لأحاديث ويجيب لقصص وتأويلات قرآنية وكذا حتى يدعم نظريته السياسية وحقا في الحكم بينما القرآن الكريم ما في أي شيء من الأشياء هذه لا يتحدث عن قريش ولا يتحدث عن بني هاشم ولا يتحدث عن علويين أو الفاطمين أو الحسينيين أو الحسينيين فمعنات أن هذه كلها نظريات سياسية حادثة ونتجت أيام الصراعات بين الأحزاب المختلفة فإذن الآية تشير إلى ماذا إذن الآية في القرآن الكريم وحتى النبي لم يتحدث وكل أحاديث المنسوبة النبي هذه مصحيحة ويمكن نبحثها وبحثناها كم مرة في مكانها الآية الكريمة تشير ومن لم يحكم بما أزر الله فأولئكم الكافرون الأحكام اللي بيّنها القرآن بيّنها الإسلام أحكام الزواج أحكام الطلاق أحكام مثلا القوانين الأخرى اللي ذكرها القرآن ما تتعلق بالسياسة وبالحكم صارت واضح؟ خلينا نحط هذا الموضوع جانبا نجي على طيب إذن الحكم كيف يكون؟ إذن هو حكم مديني في الإسلام من أساس الإسلام لا يوجد فيه بعد النبي طبعا النبي كان يجمع هو حاكم هو نبي بعد من الله تعالى ف بعد النبي لا يوجد شخص أو عائلة أو فئة أو جماعة يدعون أنهم خلفاء النبي دينيين أو دينيا فإذن صار شنو الحكم؟ صار حكم مدني صار حكم ألماني مو مدني الآن نجي هذا الحكم يمكن يتخذ شكلين يمكن يتخذ شكل فردي استبدادي مطلق حاكم واحد هو يجي على السلطة شلو ما صار مثلا يستولي على السلطة بالقوة بالعنف بالإرهاب بالإكراه ويصبح أميرا أو حاكما أو خليفة مثلا يدعي أنه خليفة يعني وهذا يبقى مدى الحياة وهو حكمه مطلق ما في أحد عارضه ولا يناقش ولا يرد عليه هذا يسمون الحكم الدكتاتوري اللي النموذج عبر التاريخ إلا فترات يعني شاذة قليلة كان هذا هو الحكم المسيطر على الأمة الإسلامية طيب في مقابل هذا يوجد حكم قائم على الشورى اللي اصطحابه في الأول يوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يجدوا ولم يعرفوا يعني نصا معينا بخلافة النبي على أحد ولو كان يعرفوه هم اللي جاهدوا وضحوا في سبيل الإسلام لاتبعوه وبالذات الأنصار الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقالوا نحن نختار حاكم من بيننا وكان يفكرون في أنفسهم فقط في المدينة يعني ثم دخل معهم المهاجرون في سقيفة بني ساعدة وانتخبوا أبا بكر أبا بكر كان خليفة مدني على قول المفكر المصري الراحل علي عبد الرازق أول ملك في الإسلام أبا بكر كان أول ملك حاكم يعني يسمون النظام الملكي اللي يتوارثوه إنما أول حاكم الملك كان تطلق على الحكام عادة في تلك الأيام أي حاكم يسمو ملك ما كان يسمو رئيس الجمهورية ما كان معروف الجمهوريات فكان يسمو ملك حاكم بأي صورة كان يعني فالخلفاء الراشدون الأربعة والخمسة إلى الإمام الحسن انتخبوا عبر الشورة ومعناته كانوا حكام مدنيين ما كانوا حكام دينيين معينين ومنصوبين من الله تعالى وهذا الحكم المدني يعني الشورة مثلا مع تجربة الخلفاء الراشدين الأولى أيضا كان فيها نوع من الإطلاق يعني ما كان فيها مدة محددة ولا صلاحيات محددة ولا العلاقة مع الناس مثلا بشكل نظام مثلا مجلس شورى موجود لأدهم بشكل أفوي شعبي كان و يعني كانت صورة بين الصورتين بين الاستبداد المطلق وبين النظام الديمقراطي اللي الآن معروف في العالم هذا النظام الديمقراطي اتطور في أوروبا خلال القرون الماضية اتطور شوية شوية تدريجيا إلى أن أول شيء من ملامح هذا النظام أول شيء مبدأ الأساسي في النظام الديمقراطي هو يتفق مع تجربة الخلفاء الراشدين أن الحكم للشعب الشعب هو الذي يحكم وهو الذي يختار حاكما والحاكم يسموه نائب أو يسموه وكيل عن الأمة وهذا موجود في تجربة الخلفاء الراشدين وهذا بحث مفصل بحث في كتابي وعدة كتب في الحقيقة وبحث وعدة حضرات هنا أيضا فإذن المبدأ الأساسي هو وأمرهم شورع بينهم يعني الآية البعض كان يعتبرها أو يفهمها في الأمور في زمن النبي مثلا في الأمور البسيطة والبعض طورها قال لا هيها مبدأ عام فممكن تشمل حتى الحكم فالحكم إذن يصير شورى الشورى اطورت إلى ديمقراطية الشورى في التجربة الإسلامية القديمة وحتى الآن عند بعض الناس الإسلاميين أو المراجع أو مثلا بعض الأحزاب الإسلامية يفهمون الشورى بصورة ضبابية أو بصورة يعني مفصلة ديمقراطيا ولكن التجربة الديمقراطية انطلقت كنا المبدأ الأول هو أن الحكم ينبع من الشعب ولا ينبع من السماء كما كان البابوات يقولون ورؤساء الكنيسة كان يقولون نحن وكلاء الله في الأرض نحن قادة الكنيسة نحن نمنح الشرعية للملوك الثورة الديمقراطية في أوروبا قالت لا الملوك ينتخبون من الناس حكام يعني عموما ينتخبون من الناس ويصبحون حكاما والشيء الثاني اللي يسو حددوا فترة الرئاسة قالوا أن تركيز السلطة بيد واحد مدة طويلة هذا يؤدي به إلى الاستبداد فلكي نمنع الاستبداد لابد أن نحدد السلطة بفترات معينة أربع خمس سنوات مرة مرتين مثلا أكثر أقل حسب دستور كل بلد هذا يسموه تحديد فترة الرئاسة وأيضا الشيء المهم اللي يعمله تقسيم السلطة حتى لا تتركز بيد واحد أو توزيع السلطة أيضا يسموه يعني رئيس تنفيذي رئيس الحكومة اللي ينفذ الأحكام رئيس السلطة التنفيذية وهناك سلطة تشريعية تشرق الأحكام والقوانين وتراكب السلطة التنفيذية وتحاسبها وتغيرها وتسقطها مثلا وأيضا هناك سلطة أخرى تسموه السلطة القضائية القضاء أيضا يكون مستقل مستقل بعيد عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى إذا صارت مشكلة بين السلطتين أيضا هناك محكمة عليا أيضا تحكم بينهما فهذا التقسيم هذا من التطور العقلي الإنساني ما يتعرض مع الإسلام يعني يمكن نطبق هذا النظام الديمقراطي الذي يسمى ألماني طبعا الديمقراطيات فيه دمقراطيات كافرة بالدين ومحاربة للدين حسب الثقافة مثلا في فرنسا عموما أنه لا أي مظهر دين يمريد ويحاربون في السياسة والتعليم وأجهزة الدولة وبعض البلاد الأخرى الديمقراطية لا تتعارض مع الدين تقول مسألة عادية نحن نفتح على كل الأديان وما عدم عقدة من أي دين ولا عدم تعارض مع أي دين فإذن هذه الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أذر الله فأولئك هم الكافرون لا تشمل النظام السياسي لأنه أساسا الإسلام لم يتحدث عن السياسة القرآن الكريم لم يتحدث عن شكل الحكم ونظام الحكم والدستور فترك للناس والناس بإمكانهم يطوروا هذا النظام من استبداد مطلاق إلى شورى ضبابية إلى حكم ديمقراطي مفصل وبعدين كل بلد حسب تجربته حسب ظروفه وحسب خبرته وحسب تطوره الحضاري يمكن يختار تفاصيل النظام الديمقراطي كما يشاء وبالتالي يكون شيء اعتيادي يعني يحكم نفسه بنفسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر